موسيقى لا لإن شاء الله الأطفال هو البرنامج اللي عم يهتم في نادي الروتاري حول العالم وروتاري صيدة منه استثناء أيضا بما أنه كمان عم يهتم بهالموضوع وتحديدا من سنة الـ 85 اليوم المشروع هو إينارة قلعة صيدة الأثرية بالمشاركة مع مجموعة كبيرة من الأشخاص المسؤولين ومن جمعيات الأهلية وجمعيات الخيرية السيدة بانا كلاش قبروسلي وهي رئيسة نادي الروتاري صيدة ضيفتنا بـ black notes لتخبرنا أكثر عن المشروع صباح الخير سمح بانا لالي شلل الأطفال هو مشروع أنتم التزمين فيه مع الروتاري عالميا شو ما تحديدا فيكم تعملوا بلبنائنا بهالموضوع هو مرض شلل الأطفال الروتاري تشتغل عليه من سنة الـ 85 وبلبنان كان لنا دور بحدود سنة الـ 2000 لما صار فيه حملات تطعيم مع تعاون مع وزارة الصحة ومع اليونيسيف نعم ونقضى على المرض تقريبا كليا بلبنان وبكثير بلاد من العالم بعد فيه بس ثلاث بلاد اللي هني عمين شغل عليهم لحتى الروتاري يقول أنه هو قضى على مرض شلل الأطفال بكل العالم بكل أنحاء العالم بس بعدكم لليوم عم تتابعوا بهذا البرنامج طبعا بعد عم نتابع بهذا البرنامج وهلأ صار فيه يعني الطعم صار أفيلبل بكل المحلات كرمال هيك نحنا عم نذكر بأهمية دور التطعيم وعم نذكر بدور الروتاري العالمي قدي يشتغل على هذا المشروع لحتى يقدر يقضي على مرض كتير خطير يعني وطبعا يعني لما واحد ينشل يعني خلص نقضى على مستعبا طبعا أصدعياته كله على عائلته كمان اللي بتتركب فيه نحنا نعرف أنه الروتاري عادتا بياخد يعني موضوع عالمي أو تام عالمي وبتلحقه كل النوادي بس المعروف كمان بالروتاري أنه كل نادي لحاله كمان بيكون عنده هو أهدافه ومبادئ وبنا نعرف نادي روتاري سيدا شو بيعمل بعد هالوقفة السريعة منتابع حديثنا عن الحدث اللي عم ينزبه نادي روتاري سيدا لإضاءة قلعة سيدا البحرية التاريخية الأثرية لتوعية حول شلل الأطفال وضيفتنا هي بانا كلاش أبروس لرئيسة نادي روتاري سيدا كنا عم نقولها بالبريك أنه كل الروتاري بالعالم بيكون عندهم تام بس كمان كل نادي لحاله بيكون عنده مشاريعه الخاصة شو مشاريعكم بروتاري سيدا؟ نحن مشاريعنا هلأ عم بتتابع واحد من أهم المشاريع اللي بلشنا فيها اللي هو تنقية نياه الشرب بالمدارس الرسمية ركبنا فلاتر للمدارس لخمسة وعارمين مدرسة بيصيدا وبجيوارا هلأ بهالسنتين القادمين طبعا عم بحكي هلأ أول شيء عن مستوى الروتاري لبنان كل النواد حيشتغلوا بهيدا لحتى بكل مدارس الرسمية بكل لبنان كون نظفنا لهم قصد الماء بس نحن بنادينا بصيدا كمان هلأ بنا نتابع المشروع بأنه نعمل حملة توعية لها التلميذ بالمدارس على الهيجين والسانيتيشن والووتر وكل هالإشياء صول حتى هن يفهموا هالمفهوم كل ياته وقصة الهيجين كتير مهمة طبعا عنا مشاريع نحن نقوم فيها مع جمعيات خيرية منقدم لهم ويلتشيرز قدمنا ويلتشيرز هلأ ليتلي منقدم مساعدات أو إيكوكمنس لكمان مؤسسات اللي هي بحاجة مؤسسات خيرية والفار يعني بقدموا هني كمان مساعدات فنحن كمان ندعمهم بهيدا الشيء طبعا نشتغل على روح القيادة عند نيو جينيريشن نبعطن على كامبس أو على سامينارز لحتى ننمى فيهم روح القيادة ونأسس هالشيء خدمة المجتمع من هني وصغار يعني هلأ منرجع على قصة المياه بس عم نشوف صور لأين بوليونا وولالي شلال الأطفال إدارة إنارة قلعة أثرية مثل صيدا شو بتخدم هالمشروع؟ بتخدم بتوعية حول أهمية هالمشروع اللي قام فيه الروتاري وعلى أنه نحن كل واحد على صعيد النادي كيف فينا ندلنا عم نهتم لحتى تومنتين أنه ما يصير في عنا هيدا الشيء يروجع مثل ما بيقولوا وهيدا المشروع مش بس بصيدا هلأ عمين عمل نعمل بكثير من المعالم الأسرية بالعالم يعني بإيطاليا بلندن بنيويورك بسيدني بناثرلاند هو زيتو يعني كمان إضاءات نضوى على معالم أسرية موجودة عندهم وحتى من سنتين عملت بجبال عقلعة جبال فنحن حبينا كمان بمناسبة هلأ الروتاري فونديشن مونت نضوى على أهمية هيدا المشروع ونخلي هالعالم تعرف أنه لازم ندلنا عم نتابع بهالمسيرة مين عم بيشارك بهالحدث رح يكون قريت أنه صليب الأحمر مشارك وعدت يعني صحيح نحن دعين صليب الأحمر WHO الUN الوزارة الصحة لأنه هني كمان شاركوا معنا بهالعملية كمان وطبعا فيه كتير أشخاص من المجتمع المدني اللي بيهتموا بهالموضوع حيكونوا موجودين معنا بهالإفنت وكافة أعضاء نادي الروتاري بكل لبنان بأنا ذكرت أنه عم تحطوا فلترز للمدارس الرسمية وأنه المشروع بتكون نكملوا بكل لبنان عم تتعاونوا مع نوادي الروتاري تانيين ما هذا بحاجة للمجهود ودعم مادة كبير كيف بتأمنوا الأبوال الإفن؟ 100% هيدا المشروع عم ينعمل له فاندريزنج وعم بيكون فيه تعاون خلال سبونسورز كمان لهيدا المشروع وفيه فاندينج عم ينعمل لهالمشروع عدة مشاريع غيره كمان عم ينشغل عليها واحد منه هو تريس فور لبنان زراعة شجر بكل مناطق لبنان فيه شيء عم ينعمل هلأ أنتي دراج كمان فيه عدة مشاريع بس هولا عم يحكيكي أنا المشروع على صعيد لبنان كلنا كنوادي عم نشتغل عليهم وتسأل ستراتيجيك بلان لمدة ثلاث سنين بدن نشتغل على هالمشاريع قد ياخد وقت تخططوا وتشتغلوا على هالمشاريع كل قد تجتمعوا أسبوعيا؟ كل نادي بيجتمع مرة بالأسبوع وعلى صعيد أندية لبنان عطول فيه لقاءات تعال قليل مرة بالشهر بين هالنوادي أو بين بعض النوادي يعني وفيه عندنا كونفرنس بين عمل مرة كل سنة كمان للدستريكت لهي المنطقة يلي عبارة عن عشر بلاد لحتى يقوموا بمشاريع كمان على صعيد الدستريكت كلهم مع بعضهم اللي ما بيكون ما عندكن سبونسورز لمشاريع هاي أنك تجيب سبونسور لمدرسة رسمية وفيلترز لماي بيتحمسوا كثيرا أنه يحطوا أسمائهم بهك عمل خيري اللي ما يكون أعمال أصغر من هيك مثل ويلتشيرز لزكارتيون أو مساعدات فيه أشياء كثير بتكون تبرعات من أعضاء النادي وهيدي شغلي كمان نحنا نتشكر دايما الأعضاء من هكي فيه صيد على روتري كلاب أنه ما بيدخلوا إلى ما بيكونوا أعضاء بهالنادي إلا بيكونوا كثير مرتاحين ماديا لأنه هني بيسهموا كثير ماديا بالنادي صراحة لا منات سنة قرول يعني بس عادة الأعضاء هني بكونوا رجال وسيدات مجتمع اللي هني قاضي بمجال عملهم ليقدروا كمان من خلال عملهم يخدموا هالنادي ويقدروا يقدموا اللي بيقدروا يقدموه يعني يعني أنتو بحاجة اليوم لو متطوعين لمشاريع معينة أو لأعضاء جديد بالنادي أو بتوقفوا وبسكروا باب العضوية لا لا أبدا بالعكس نحنا دايما بنحب أن يكون معنا أعضاء جديد لأنه كل عضو جديد طبعا هو عم بقدم خدمة جديدة لهالنادي وللبلد طبعا يعني خلينا نرجع على البرنامج الإنساني اللي أنتو عم تتابعوا فيه اللي هو أنت بوليوناو بعد إنارة قلعة سيدة الأسارية برض لكم عم تتابعوا هالبرنامج عم تقولي أنه اختفى تقريبا الشلال من مجموعة كبيرة من البلاد خاصة البلاد العربية اللي أنتو عم تشتغلوا عليها حقا بكل العالم بطل فين باعت في عنا بس بنيجيريا بأفغانستان وبباكستان وهلأ الروتاري بعده عم تتابع هيدا المشروع وفي عنا نحنا نحط من قبل بيل جيتس في ساهم معنا بهيدا المشروع بأنه حط مبلغ من المال مقابل أنه نحن نطلع تقريبا الضبل وأكتشولي نعمل هيدا الشي بحزيران 2012 كيف يعني طلعوا الضبل؟ يعني الروتاري قدرت تعمل فوندينج لمبلغ كتير كبير لحتى يقدروا يأمنوا الطعم ويأمنوا اللوجيستيكس ويبعثوا ناس على هالبلاد لحتى يقدروا يقضوا على المرض نهائيا بس هيدا المشروع بعض بتكمله فيه من ال85 لليوم بعض بتكمله بيحملات ثوعية أوش لحط ينقضى عليه بكل العالم هلأ هون كل البلاد معنيين فيه يعني كل البلاد بيضلوا معنيين فيه إلى أن يتم القضاء عليه بكل البلاد مية بالمية خابرينا إمتى رح يصير الإيفانت أي ساعة ومين اللي مدعو اليوم عبر الشاشة؟ الإيفانت هيصير بعشرين نوفمبر اللي هو نهار الثلاثة سبعة المساء حيكون باستراحة صيداء ومن هونيكي حط تضوى القلعة وحيكون طبعا نحنا موجود معنا رئيس البلدية فيه له كلمة معنا وحيكون معنا كمان الجوفرنر القادم للروتاري اللي هو لبناني وكمان حيكون معنا طبعا ممثلين من وزارة الصحة من المجتمع المدني من الصليب الأحمر من الWHO ومن كل أعضاء نوادي روتاري لبنان ممكن اللي عم يتابعونا اليوم وحبين يكونوا موجودين يكونوا كمان مفتوحة الدعوة للكل بس إذا بيعطونا خبر لحتى نقدر نأمن المحلات الكافية أكيد نحنا في عنا فيسبوك بيج اسمه روتاري كلاب أوف صيداء فيهم يتواصلوا معنا عهل بهذه الطريقة أو إذا بيحبوا يبعثونا كمان أي إيميل أو تليفون إذا بتكون نجا مرقة بعد أنتو هيدولا أهلا وسهلا فيك في مانيلك كل التوفيق إليك ولكل أعداء نادي روتاري سايدا وكل الروتاري بلبنان وكل اللي حابين لك أن أخذوا التفاصيل من بعناء أبروس لبعد البريك لح نكمل خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر